اهلا بحضراتكم ومشاهدين الكرام الى هدية التغطية المستمرة معكم عبر شاشة اكترا نيوز والتي نخصصها للحديث حول تطورات الاوضاع في غزة وجهود مصر لدعم القضية الفلسطينية مع استعداد مصر ان تسخر كل قدرتها وجهودها للوساطة وبالتنصيق مع كافة الاطراف الدولية والاقليمية الفاعلة دون قيد او شر وهو ما يستوجب تسهيل وصول المساعدات الانسانية لابناء الشعب الفلسطيني بشكل عاجل ويجب على المجتمع الدولي اليوم ان يتحمل مسؤولياته في هذا الصدد فمن اجل السلام فليعمل العاملون اكد مصدر رفيع المستوى ان الرئيس عبدالفتاح اسيسي رئيس الجمهورية يتابع عن كثب تطورات الاوضاع في قطاع غزة ويتابع مع خلية الازمة المعنية الموقفة لحظة بلحظة كما يوجه بضرورة تكثيف الاجراءات اللازمة للحيلولة دون المزيد من التصعيد اشتركوا في القناة كما اكد مصدر رفيع المستوى انه لا صحة لما تداولته وسائل الاعلام الاسرائيلية بشأن التنصيق مع مصر في معبر رفح كما جدد المصدر تأكيده على قيم مصر بتحذير اسرائيل من خطورة التصعيد وتدعياته على الاوضاع الانسانية بالقطاع اكد وزير الخارجية سامح شكري انه اتفق مع نظيرته السولفينية تانيا فيون على ضرورة وقف الحرب في غزة وخلال مؤتمر صحفي بين الجانبين بالقاهرة اوضح شكري ان المباحثات مع نظيرته السولفينية شهدت الاتفاق على ضرورة احتواء الازمة ووقف تدعياتها السلبية على المنطقة كما ثمن وزير الخارجية مواقف سلوفينيا ازاء قضية وقضايا منطقة الشرق الاوسط خاصة العدوان على غزة مشيرا الى ان مواقف سلوفينيا اتفقت مع القانون الدولي اذ طالبت بوقف اطلاق النار ورفضت تهجير الفلسطينيين هذا واكد وزير الخارجية ان هناك توافقا دوليا على رفض ايات عملية عسكرية اسرائيلية في رفح الفلسطينية لما ستخلفه من اضرار بحق المدنيين من جانبها اكدت توزيرة الخارجية سلوفينيا ان مصر تقوم بدور استثنائي لمساعدة الفلسطينيين في قطاع غزة كما اعربت عن اسفها من استمرار اغلاق اسرائيل لمعبر رفح من الجانب الفلسطيني هذا واكدت توزيرة خارجية سلوفينيا ان التهجير القصري للمدنيين في غزة انتهاك للقانون الدولي الانساني دعية الجانب الاسرائيلي الى التوقف عن تلك الممارسات كما ادانت توزيرة خارجية سلوفينيا العملية العسكرية الاسرائيلية في رفح الفلسطينية مؤكدة مواصلة بزل الجهود والضغط من اجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية على نحو يحقق السلام في المنطقة يعد الجهد الاغاثي المصري في قطاع غزة هو الاهم والاكبر حيث مثلت نسبة المساعدات المصرية للقطاع نحو 87% نتابع المزيد عن المساعدات في السياق هذا التقرير انطلاقا من ايمان راسخ بان القضية الفلسطينية جزء لا يتجزأ من التاريخ والوجدان المصرية لم تتدخر مصر جهدا منذ بدء العدوان الاسرائيلية على قطاع غزة لضمان استمرار نفاذ المساعدات للتخفيف من الازمة الانسانية المتفاقمة في قطاع غزة مصر التي لا طالما اعتبرت القضية الفلسطينية هي قضيتها الاساسية حرصت على استدامة العمل في معبر رفح على الدوام رغم القصف الاسرائيلي للجانب الفلسطيني منه في اكثر من مرة وعلى الرغم من كافة العراقيل والقيود التي تحاول اسرائيل فرضها فان مصر ظلت ملتزمة بضمان دخول المساعدات لقطاع غزة وضغطت في البداية عبر ورقة مزدوج الجنسية لضمان نفاذ المساعدات القاهرة حرصت ايضا على اقامة سلسلة من المخيمات في جنوب قطاع غزة كان اخرها مخيم خان يونس لاستعاب الاعداد المتزايدة من المهجرين من وسط وشمال قطاع غزة بسبب العمليات العسكرية كما حرصت القاهرة كذلك على تفعيل جسر جوي انساني حيث استمرت الطائرات المصرية بالتعاون مع نظيراتها من الدول الشقيقة والصديقة في تنفيذ طلعاتها اليومية لانزال المساعدات الانسانية الى سكان شمال قطاع غزة للحد من وطأة المعاناة الانسانية الكبيرة التي يواجهونها في ظل العراقيل والصعوبات التي تحول دون انتظام دخول المساعدات بصورة كافية للمناطق الشمالية وعلى مدى الشهور الماضية تواصلت الجهود المصرية لاستقبال الجرح الفلسطينيين للعلاج في المستشفيات المصرية تزامنا مع استمرار وصول طائرات الاغاثة لمطار العريش الدولي الجهد المصري على المستوى الاغاثي والانساني في قطاع غزة كان الاهم والاكبر حيث بلغت نسبة المساعدات المصرية من اجمالي المساعدات التي تم ادخالها الى قطاع غزة منذ اكتوبر الماضي نحو 87% وهو ما يؤكد ان دعم القضية الفلسطينية بمثابة عقيدة راسخة في الوجدان المصري شدة اقليمية ودولية لتها مصر بعد دورها التاريخي والحيوي بشأن الازمة في قطاع غزة سواء على صعيد الجهد الدبلوماسي المبذول لوقف الحروب المتكررة او على الصعيد الانساني من خلال تخفيف الحصار على القطاع نتابع المزيد من الانشهادات في السياق العرض التالي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة منذ بدء العدوان الاسرائيلية على قطاع غزة في السابع من اكتوبر الماضي بقيت مصر مدافعة عن القضية الفلسطينية بشكل راسخ حيث تعددت مستويات الجهد المصري وسط تأييد سياسي وشعبي ومجتمعي لجهود القيادة المصرية في حال الازمة الفلسطينية نتابع المزيد في سياق العرض التالي والزميل ياسر عبد السطار اهلا بحضراتكم بقي الدور المصري المدافع عن القضية الفلسطينية راسخا خاصة مع العدوان الاسرائي الاخير على قطاع غزة منذ السابع من اكتوبر الماضي حيث تعددت مستويات الجهد المصري وسط تأييد سياسي وشعبي ومجتمعي لجهود القيادة المصرية في حل الازمة الفلسطينية فمع اندلاع العدوان الاسرائي على قطاع غزة في السابع من اكتوبر الماضي تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي الموقف العام لتطورات الاحداث من مركز ادارة الازمات الاستراتيجي بالعاصمة الادارية ووجه بتكثيف الاتصالات المصرية لاحتواء الموقف ومنع المزيد من التصعيد بين الطرفين قبل ان يتفرع الجهد المصري ليشمل الدور الانساني والمتمثل في فتح معب الرفح واعلان حالة الطوارئ في مستشفيات شمال سيناء لاستقبال الجرحة والمصابين وفي الايام التالية من اندلاع الصراع وجه الرئيس السيسي بالشروع في المبادرة بالوساطة للحد من تفاقم الازمة وتكثيف الاتصالات السياسية والدبلوماسية مع دول المنطقة وبعض العواصم الاوروبية بالاضافة الى الولايات المتحدة ومع اشتداد وتدرج العنف من الجانب الاسرائي الموجه ضد المدنيين في قطاع غزة وتصاعد الدعوات الاسرائيلية بدفع الفلسطينيين للنزوح جنوبا في غزة ومن ثم التوجه الى معب الرفح وطلب اللجوء في مصر على اراضي شبه جزيرة سيناء استقرأت القيادة السياسية المصرية الخطط الاسرائيلية الساعية لتصفية القضية الفلسطينية عبر العمل في عدة مستويات وكثفت مصر من جهودها بالتنسيق مع العواصم العربية والاقليمية والدولية لمبادرة بعقد قمم دبلوماسية تهدف للضغط على اسرائيل من اجل وقف اطلاق النار وادانة الاعمال العسكرية التي تستهدف المدنيين وكذلك عقد مؤتمرات صحفية رئاسية مع ممثلي بعض الدول وتوجيه رسائل سياسية تدين العمل العسكري وتكشف التوجهات الاسرائيلية الساعية لتصفية القضية الفلسطينية مع ضرورة العمل على استيناف محادثات السلام وعرض الوساطة غير المشروطة كما تم عقد اجتماع طارئ لمجلس الامن القومي المصري واصدار قرارات تدعو الى ضرورة وقف اطلاق النار واضافة ابعاد جديدة للدور المصري تعمل على حفظ الاستقرار والسيادة المصرية في سيناء على الحدود الفاصلة مع قطاع غزة وتنظيم دخول المساعدات الانسانية عبر معبر رفح وعملت مصر على حوكمة ملف المساعدات الانسانية المصرية عبر اشراق الحكومة ممثلة في الكثير من الوزارات واشراق القطاع الخاص والمجتمع المدني ممثلا في التحالف الوطني الذي دمج الجمعيات الخيرية التابعة لرجال الاعمال والمجتمع المدني اخيرا كان الدور التنموي بعد اعلان حياة كريمة عن مبادرة لنجدة اهل غزة في اليوم الثالث من اندلاع الصراع ثم انضمام التحالف الوطني للعمل الاهلي وتلبية الاحزاب المصرية للدعوة في حشد المساعدات الاغاثية وتوجيهها الى اهالي قطاع غزة على النحو العاجل كذلك عكست القيادة السياسية الموقف المجتمعي المصري بجميع فئاته وقطاعاته سواء فئة الشباب التي انخرطت في العمل الاهلي والمدني من خلال التحالف الوطني في اطار العمل التطوعي تركزت على محورين اثنين متوازيين اما على مستوى المحافظات او الاعلان عن حركة مرابطون حتى الاغاثة في معبر رفح من الناحية المصرية وتتفق البسطة الاخلاقية وتقدير الموقف المصري العام تجاه القضية الفلسطينية واهمية الوصول الى حال سياسي لدى الشعب والسلطة في مصر في ان القضية الفلسطينية قضية محورية لمصر لا تراجع عنها حتى ينال الفلسطينيون حقوقهم المشروع المتمثلة في دولة مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف شكرا لتي بالمتابعة تميزت الجهود المصرية تجاه القضية الفلسطينية بالثبات من خلال رفض الاستيطان او اية اجراءات اسرائيلية احادية تعيق قامة الدولة الفلسطينية مع دعم الحقوق العادلة للشعب الفلسطيني وعلى رأسها عودة اللاجئين خلال عقود من الزمن حرصت مصر على اعتبر القضية الفلسطينية قضيتها الاساسي على المستوى الاقلامي انتلاقا من مسؤوليتها دائما ازا امن واستقرار المنطقة ودعم حقوق الاشقاء الفلسطينيين مصر كانت ولا تزال تتحرك بشكل متزام دائما مع كافة القضايا الخاصة بالملف الفلسطيني حيث نجحت دائما في الحفاظ على مواقف اساسية ثابتة ترفض الحلول الاحادية التي تعيق اقامة الدولة الفلسطينية مثل الاستيطان والاجراءة التي تتخذ اسرائيل في القدس مع دعم الحقوق العادلة للشعب الفلسطيني وعلى رأسها حق العودة للاجئين المواقف السياسية المصرية اظهرت الثبات في مواجهة التصايد الاسرائيلي على رأسها رفض اي عمليات عسكرية اسرائيلية في قطاع غزة ورفض عمليات التدمير والقتل الممنهج ورفض مساعي تصفية القضية الفلسطينية على حساب مصر او اي دولة اخرى الموقف المصري الدائم للاشقاء الفلسطينيين ظهر بوضوح على لسان الرئيس السيسي الذي اعلن بشكل واضح ان تهجير شعب الفلسطيني لسيناء يمثل خطا احمر بالنسبة لمصر وقد اكدت مصر منذ اللحظة الاولى على ان هذا التصايد يضر بالامن الاقليمي للمنطقة ككل وليس فقط بالداخل الفلسطيني في الوقت نفسه وضعت مصر خارطة طريق تضمن التصورا شامل لحل جذور اسرائيل عربي الاسرائيلي ووصف بالحل العام والاشمل اذ تستهدف الخارطة المصرية في المقام الاول تحسين الوضع الانساني في قطاع غزة واعادة احياء مصار السلام ثم التفاوض حول التهديات ووقف اطلاق النار ثم البدء العاجل في مفاوضات لاحياء عملية السلام وصولا لحل الدولتين واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة منذ اندلاع الازمة في قطاع غزة بذلت مصر كل الجهود الممكنة والمستمرة من اجل وقف الحرب وانهاء المعاناة الانسانية الكارثية في القطاع جراء تواصل العدوان والحصار الاسرائيلي المزيد حول ابرز الجهود المصرية لمساندة سكان غزة ودعم القضية الفلسطينية ودابعه في سياق هذا العرض اشتركوا في القناة 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 المترجم للقناة المترجم للقناة على أشقاءنا في قطاع غازي احنا من أول يوم وحتى من قبل كده كنا حرسين جدا جدا على أن المنفذ بتعرفح يبقى فرصة يبقى سبيل يبقى مصار لتقديم المساعدات وأيضا لإغاثة المطلوب إغاثته أكد أن احنا مستمرين وحنستمر في الدعم والمساندة للقضية الفلسطينية حتى نصل إن شاء الله إلى دولة فلسطينية هالحدود دينيو سبعة وستين وعلى سمتها الكدس الشرعي بدماء الشهداء والأبرياء يصنعون ملحمة البقاء حيث يولد الصبر من قلب المعاناة ورغم الأسى تستمر الحياة يجتازون الألم تحت ظل العلم يتشبثون بأرضهم على مر الزمن يذودون بالروح عنها وإن عز الثمن هم الآتون من وحي حطين السائرون على خطى صلاح الدين هم أهل فلسطين العزة وفي القلب منها قطاع غزة عنوان الفداء وأرض البطولة والكبرياء المزيد من النقاش والتحليل ينضم علينا عبر سكايب دكتور أشرف سينجر خبير السياسات الدولية لقطاع أخبار المتحدة ورحب بحضرتك معنا دكتور إذا سألت حضرتك دكتور أشرف عن الموقف الأمريكي الحالي من الأزمة الإنسانية الجارية وخطورة انفجار الأمور في منطقة الشرق الأوسط بالكامل إذا وصفت الموقف للولايات المتحدة الأمريكية بأنه موقف رخو وباهت هل أكون دقيقة في هذا الوصف؟ لا وصف دقيقة للغاية باعتبار أن الأمريكيين كان عندهم طبعا تردد في أن هم يعطوا حلولا حقيقية لحل الدولتين ويعطاء رسالة قوية لوقف التصعيد من قبل دولة الاحتلال للأسف ما تقوم به دولة الاحتلال إلى الآن لا يحترم القانون الدولي ولا يحترم القوة ولا يحترم أمريكا ولا يحترم القوة الإقليمية دولة ما رفع بيبقى تحمل الكلمة من معناها وأنها دولة منبوزة ولا يرسلها أرض الآن في العالم بعد ما مئة تراتة وابعين دولة يعني تصوّطوا لصالح الدولة السلسطينية وأم تكون عضوا في الجامعية العامة للأمم المتحدة الأمريكيين بيوجهوا انتساما حققيا في هذه السنة الكتابية ما بين اللاب الإسرائيلي وهو مزيد من الأصوات واللاب الفلسطيني الآن أصبح موجود من أبناء أمريكا نفسهم وبدأ يتبقى واضحة طبعا في الطلبة الشباب والليمعات وحتى من أساطين الحزب الدموقراطي هذه أدوات أصبحت تجعل بايدن منقسما كيف يتعامل مع القضية الفلسطينية وهي أصبحت قضية أمريكية بانتياز أهالي 600 من الجنود الإسرائيليين دكتور أشرف قدموا بحسب الوكالات الأعلام الإسرائيلية قالوا إنهم لا يثقون في قيادات الجيش الإسرائيلي ولن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام تعرض أبنائهم للخطر نظرا لعدم موجود استراتيجية وعدم موجود ثقة في بن يمين نتنياهو مزيد من الانقسامات في الداخل الإسرائيلي كيف تقرأ هذا المشهد؟ التقييد بالنسبة للإسرائيليين إنهم عندهم عدم ثقة في شخص نتنياهو يعني فيه نتنياهو نفسه فيه فيه مشكلة متعلقة بالكبول عليه هم يعني فيه عندهم تصور دايما باستمرار بيقول إن نتنياهو يعني يفعل ما يحفظ بقاءه في السر نتنياهو كان يملك فرص كبيرة يعني بعد 7 أكتوبر إنه حدث فيه أتداء على مثال أكتوبر يجب أن تذهب إلى استياض من اعتدوا عليك لكن أن تعتدي على كل مواطن في غزة بأنه حمساوي وهو نسى وتنسى أن عقيدة المقاومة تنتقل كلما بيزيد الألم والقتل والضمار ويعني حضرتك لو تبصي يعني بشكل بانورامي على ما يحدث في غزة الآن يعني أكتر من 80-90% من الباباني قد 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 دينا صحيح أود منك دكتور أشرف أن تبقى معنا لنذهب الآن للوقوف أكثر على الأوضاع في الجانب المصري من معبر رفح البري ينضم إلينا مراسل أكترا نيوز عبد المنعم إبراهيم عبد المنعم بكل تأكيد في هذه الأوقات الدقيقة لديك مستجدات كل لحظة على مدار الساعة ما أخرى المستجدات لديك أهلاً صبر دعينا نبدأ الحديث عن مستجدات الأوضاع في مدينة رفح الفلسطينية وبتحديد المناطق الشقيقية من مدينة رفح الفلسطينية التي ما زالت تشهد قصف عنيف ربما هدأ القصف نسبياً في هذه الساعة وهدأت وطيرة القصف وهو قصف عنيف ومتواصل من قبل طائرات الاحتلال الإسرائيلي ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي التي تطلق نيرانها على الأشقاء في شرق مدينة رفح الفلسطينية وتقصف مربعات سكانية ومنازل وأيضاً بالتزامن مع ذلك هناك عمليات في شمال قطاع غزة نتحدث عن خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية أكثر من ثلاثة وستين شهيد بالإضافة إلى قرابة مائة وعشرين مصاب ونتحدث عن زيادة في وطيرة عداد المصابين منذ بدء الحرب وحتى الآن قرابة تسعة وسبعين ألف مصاب بالإضافة إلى أكثر من خمثة وثلاثين ألف شهيد ارتقت أرواحهم حتى الآن بالإضافة إلى عشرة ألاف مفقود في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر وحتى الآن وآلة الحرب الإسرائيلية لا تتوقف عن حصد أرواح المدنيين في قطاع غزة نتحدث أيضاً سمر عن ودع إنساني كاريثي في القطاع منذ أن منعت إسرائيل دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأشقاء في قطاع غزة نتحدث أنه ونحن في اليوم السادس من منع هذه المساعدات الإنسانية والإغاثية بعد إغلاق منفذ كرم أبو سالم وأيضاً بعد سيطرة آلة الحرب الإسرائيلية على منفذ رفح البري من الجانب الفلسطيني وسيطرت آلة الحرب الإسرائيلية لم تدخل أي مساعدات إنسانية ولا إغاثية وما تردد من أنباء في وسائل الإعلام الإسرائيلية أو حتى في وسائل الإعلام عن دخول المساعدات من خلال منفذ كرم أبو سالم من حين إلى آخر في الفترة الماضية لم تدخل أي مساعدات إنسانية ولا إغاثية إلى الأشقاء في قطاع غزة منذ أن أغلقت إسرائيل منفذ كرم أبو سالم وأيضاً منذ أن سيطرت آلة الحرب الإسرائيلية على الجانب الآخر من معبر رفح في الجانب الفلسطيني نتحدث عن أوضاع إنسانية كارثية منذ أن منعت إسرائيل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع وأيضا منذ أن استمرت آلة الحرب الإسرائيلية منذ السابع من أكتوبر وحتى الآن وآلة الحرب لا تتوقف عن حصاد الأرواح أما إذا انتقلنا إلى الحديث عن المشهد من هنا من الجانب المصري دعينا نتحدث عن ألاف الشاحنات متكدسة من مدينة العريشة المصرية وحتى مرورا بمدينة الشيخ زويد ورفح المصرية مئات الشاحنات بل الألاف متكدسة تحمل عشرات الألاف من أطنان المواد الغذائية وكذلك المسلزمات الطبية التي يحتاجوا إليها قطاع غزة والأشقاء في حاجة ملحة إلى هذه المساعدات الإنسانية والغذائية الشاحنات متكدسة في الجانب المصري حتى من قبل رفض إسرائيل دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأشقاء نتيجة العرقيلة التي كانت تفريضها إسرائيل على المعابر التي تسيطر عليها في الجانب الآخر في الجانب الفلسطيني على دخول هذه المساعدات سواء من خلال العرقيلة التي كانت تفريضها إسرائيل أو بطأ عملية التدقيق والمراجعة في المعابر في الجانب الآخر كل هذه أدت إلى تكدس الشاحنات يعني سمر في أوقات دخول الشاحنات كانت تقارير الأممية تشير إلى وجود نقص حد في الغذاء نقص في المسلدمات الطبية انهيار في القطاع الطبي وصحي في قطاع غزة أما الآن فزادت المنشدات الأممية وزادت المنشدات الدولية من أجل حدوث يعني من أجل وقف هذه الكرسة الإنسانية ودخول المساعدات الإنسانية ومن أجل مزيد من تفاقم الأزمة داخل قطاع غزة نتيجة القصف المتواصل نتيجة منع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية نتحدث عن وقف تام لدخول هذه المساعدات في اليوم السادس على التوالي منذ أن أغلقت إسرائيل أو سيطرت على المعبر رفح من الجانب الفلسطيني وأيضا منذ أن أغلقت كرم أبو سالم لدواعي أمنية وفقا لأرواية الإسرائيلية أو ما صرحت به سلطات الاحتلال أعود ولكن سمر إذا ما كان لديك استفسر شكرا جزيلا على كل ما تقدمت به الزنيل عبد المنعم إبراهيم مراسل أكترا نيوز من أمام معبر رفح البري من الجانب المصري شكرا جزيلا لك أعود لاستئناف الحديث والنقاش معك مرة أخرى دكتور أشرف في ظل الجهود المصرية الدقوبة والمضنية التي استمرت على مدار شهور والتي أجلت حتى اجتياح رفح الفلسطينية لعدة أشهر الدور الكبير للمفاوض المصري في ظل تسلب طرفاء الصراع في مسألة تقديم أي مرونة للوصول إلى أي حلول سياسية كيف ترى هذا الدور وكيف ترى موقف أيضا طرفاء الصراع شوف فاندن في موضوع العمل دقوب الشرق من المفاوض المصري مع المفاوض الأمريكي والمفاوض الأمريكي والقاطئين دي دول مستقرة مركزية تابتع بتتعامل مع حركة لا تمثل الفلسطين ولكن هي حركة حماس موجودة في ظروف بزة بالوضع الفلسطيني هي قليبت أو انتقلت على أنها حركة مقاومة كل المقاومين أو الشعب الفلسطيني بيقول أن حركة حماس دي تدافع عنها ده على فكرة يعني موقف مش ده اللي كان تتمنى أن يبقى عندك حركة مقاومة تتكلم باسم الفلسطين الجانب الآخر الجانب الآخر الرغم متعلق به نتنياهو هو أيضا لا يعبر عن جموع الاستطلاعات الرأي في دولة الاحتلال صحيح كضغط مصري غير مسبوك لإنجاح عملية الاتفاق ولكن نعلم جيدا أن الطرف الحمساوي أو الطرف دولة الحجر لن يحلوا ولن يصلوا إلى الاتفاق ومزيد من التصعيد لأن يبدو أن نتنياهو سيسعد بمزيد من الدم كيسعد المتصاهينين الإرهابيين لأنهم بيقول لقد أعطتكم مزيدا من الدم وقتل النساء طيب بينما طبعا المفاوض الحمساوي يرجع إلى قطر يحاول أن يتواصل مع خيالاتهم الداخلية كالسنوار أو ما شبه ذلك ينتهي الأمر أن أهل حماس أو حماس هتقول لك أنا وصلت لنوطة الحرجة اللي استشهد عندي 35 وأصيب عندي 100 ألف طب أنا هقدن للفلسطينيين أنا عايز وقف نار كامل عايز مساعدات تدخل لإنقاذ عايز بناء التام يقول له الدين المحتكزين وحماس يقول لك لو وديته المحتكزين سأكون تنزلت عن آخر ورقة أضغط بها ويحرق غزة نعم ويحرق غزة لأن الإسرائيلي الآن لا يملك العقل ولا تصرف الذي يمكن أن يبنى مع مؤسسة تقدم نفسها لأنها دموقراطية وأنها وأنها إسرائيل دولة احتلال فقدت البصلة بشكل كبير مما جعل العالم ينظر إليها علىها دولة منبوزة وفي المفاوض المصري خلية الأزمة الرئيسي السيسي لو لا قوة مصري جيشها العظيم التسليحها الراقي الرادع كانت الأزمة في فلسطين وفي غزة طرد الفلسطينيين لأن إنت حكومها غير قادر بقى على أن إنت تواجه هذا العجرافة والعنجاهية اللي بينها حتى من ممثلينهم في مجلس الأمن ودمعية المتحدة ولكن يقف الصوت المصري بقوة الدعم القوية ويطلق الرصاص من الكلمات اللي يؤكد للإسرائيليين أن مصر لا تكون مصر صاحبة قضية للدفاع عن الفلسطينيين هذا أمر مشتبت ودعا لنت نتنياهو يطلب الولايات المتحدة الأمريكية يساعدين ولكن شوفوا فاندم ما سمعته من واشنطن مجرارا وتفرارا الأمريكيين لا يمكن أن يضحوا بمواقف مصر السابتة وبما حدده الرئيس السيسي من خطوط سابتة الرئيس السيسي قول استراتيجية مهمة جدا مع قوة كبيرة في الاتحاد الأوروبي ميسانية لوجهة النظر المصرية والسياسة الخارجية المصرية منذ قمة القهر السلامي شوفوا فرنسا، أسبانيا، فلديكا أدي دول أوروبية أدي كلهم دائمين لوجهة النظر المصرية وأن الاتحاد الأوروبي، ممثلة الاتحاد الأوروبي، جوتيرش مصر نجحت من 7 أكتوبر أن تجعل إسرائيل دولة منبوزة ودولة مكروهة وهذا هو نجاح كجد الدولة المصرية بردع جيشها وقوة شعبها وارتباطها مع روبة رئيسها هذا نموزك من الصعب أن يتكرر إلا في دولة واحدة في العالم وهي جمهورة مصر العربية نعم، هناك إجماع دكتور أشرف أنه آخر ما تريده الولايات المتحدة هو تصادم مصر مع إسرائيل أو خروج الأمور عن السيطرة في منطقة الشرق الأوسط لكن ماذا تفعل في مقابل ذلك الولايات المتحدة؟ جو بايدن له تصريح اليوم يقول أنه سيتم التواصل لوقف الإطلاق النار إذا أفرجت حماس عن المعتقلين أو عن الرهائن عفوا إذا كان الأمر بهذه السهولة فكان من الممكن أن يتم خلال الشهور الماضية تصريحات أمريكا غير ضغطة حتى في مسألة التلويح بورقة الأسلحة الهجومية التي ترسلها لإسرائيل يعني هناك فقط إرجاء أو تعليق لإرسال هذه الشحنات وليس هناك وقف تام أو منع لإرسال الأسلحة نذكرت على النقطة الديات لأنه طبعا هو الأمريكيين دون إعلان بينهم سيؤجلوا يرجعوا أرسال القنابل التي تزل حوالي 2000 كيلو أو 500 كيلو ولكن هل نضمن أن إسرائيل بكل التبرعات التي تحصل عليها تحصل على هذه الأسلحة دون المرورة على البنتامل ولو ممكن أن تحصل عليها بما تملكه من أموال تشتري بها من دول أخرى عندهم هذا السلاح أنا أفتكر أن الدعاية باهتة من الرئيس بايد باهتة ويبدو أن الإنظارة الأمريكية تصدر لنا كلمات وتصريحات ولكن ما يتحرك على الأرض هو داعب لدولة الاحتلال في أنها تفعل كما تشاهد يعني أنا لم أرى في تاريخ الألقات الدولية دولة صغيرة كدولة الاحتلال صغيرة يعني لا تملك منها القصاد ولا تملك من الخوة العسكرية لا تستطيع أن تكون لوحدها قادرة على موجهة هو المركزية كبيرة في منطقة الشرق الأقص ولكن نعلم أنها مدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية صاحبة قوة النيران الكبيرة التعامل مع إسرائيل لازم نتفكر تايمن هو تعامل موسمك ومعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية الولايات المتحدة الأمريكية يعني في آخر ما وصلت إليه من هذا التخبط أنها لا يمكن أن تضحيه بأن تجعل مصر مستفزة استفزة مصر تأكد تماماً أنه سيكون الوبان ومصر لا تتحدثه كثيراً وتعرف قطوط أبناء القومية أي جيش متسلح على أعلى درجة من درجات الالتكولوجيا مصر ليس دولة حرب هي دولة سلام ولكن إذا ما طغى وحصل فيه تجاوز غير محسوب لمجرد المغامرة فسيكون هناك رد فعل لا يمكن الحديث عنه ولكن يطمئن شعب مصر تحت قيادة الرئيس السيزي جيش مصر العظيم تسليح الجيش المصري أن الأمن القومي مصام ومضاء ومحمي بأن كل حركة وكل فعل تأتي من رئيس عقلانية ومؤسسة عقلانية لا تعرض جيشها إلا لما يهدد أمنها القومي وأفكر أن الإدارة المصرية خطوات التصعيد أدوات القوى الناعمة القوى الخاشنة إدارة الأزمة جهاز المخابرات العامة وزارة الخارجية كلها أدوات تتحرر كي توقف هذا البنون في طلق بي لإحياء السلام الحقي وتحقيق مفهوم الدولتين أشكرك بكل تأكيد شكرا جزيلا على هذه المدخلة وعلى هذا التحليل القيم دكتور أشرف سينجر خبير السياسات الدولية لقطاع أخبار المتحدة بشكر حضرتك شكرا جزيلا شكرا موصول بكل تأكيد لحضراتكم مشاهدين الكرام إلى هنا نكون قد وصلنا إلى الختام هدية التغطية الإخبارية عبر شاشة أكسرا نيوز التغطيات والنشرات الإخبارية متواصلة على مدار الساعة عبر الشاشة نشكر لكم طيبة المتابعة تقبلوا تحياتي أنا صمر الزهيري إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر